موسيقى نسأل فل شباب تانية سنوي في الفيديو ده نعمل سامري او ملخص لليسون 3 pressure at point inside a liquid والسامري ده هيشمل نقطتين ازاي نستنتج الرول اللي هو ده وندي اجزامبل على الليسون ده خلينا فكرك فيه في الديسكريبشن رقم الاسسيسنت لو انت عايش شرح ايه لسن بالتفصيل او عندك اي استفسار في الفيزيكس تعالى بقى نستنتج الرول ده نشوف الموضوع جي ازاي منتا لي كده بالسلس وازاي نثبته مثل ما عتك ليه مبدايا احنا عندنا الكرة دي والكرة دي هما الاتنين ديهم نفس الماس وموجودين في كونتينر بس واحد فيه water وواحد فيه oil تفتكر اي كرة من دول عليها pressure عالي الووتر ولا الاويل مع العلم ان الhide بتاع الliquid for ايهم هو هو لو احنا قلنا الhide بتاع الاويل H فالhide بتاع الووتر برضو H بس تختلف الدانستي الدانستي بتاع الاويل تقريبا ب800 والدانستي بتاع الووتر ب1000 فاتقول لي اكيد الpressure على الووتر اكيد الpressure في الووتر اتقل لان الدانستي بتاع الووتر اتقل لكن الاويل الدانستي قليلة فالpressure قليل حل انت كده فاهم الموضوع بالsense ان الpressure بشكل ما لي علاقة بالدانستي تعال بقى نستخدم الرول ده اللي احنا خدناه الحصة اللي فاتت بتاع الpressure هو force divided area ونستنتج منه الرول الجديد بتاعه طيب انت اريد عارف ان الpressure equal f divided a طيب هل انا لازم اكون عارف الفورس هل انا ده احسب الكوة بتاعت الليكود ده قدي عشان احسب الpressure اكيد لا تعال انا نفك الفورس الفورس equal mean mg يبقى نشيل الف ونحط بدالها mg divided a حل الجرافتي كده كده امره سهل والarea كده كده برضه امره سهل الفكرة في الماس هل انا نده احسب بقى اجيب كان كيلو من الليكود لا يبقى ممكن نفك الماس طب انت عارف من lesson 1 ان الماس equal density times volume يبقى الماس اشيلها واكتب مكانها رو times volume والبقى ازاي ما هو times gravity divided area حل يبقى كده الموضوع ده نستي وبتاعت الليكود وده رقم ثابت لكل الليكود يعني والجرافتي ثابتة والارية ممكن احسب يبقى يتبقى لمين الفوليوم الفوليوم ممكن افكه اه انت قريدي عارف ان الفوليوم هو الارية times height يعني ما عايز اجيب الفوليوم بتاع الكيوب ده او الكيوب ويت ده ما يجيب الارية times height يبقى انا كده اجدت الفوليوم يبقى انا ممكن افك الفوليوم لمين الارية times height يبقى equal الدانست زي ما هي وافك الفوليوم تبقى area times height times gravity divided area ببساطة هتقولي الارية هتروح مع الارية يبقى بقى لي ايه بالpressure rho g h يبقى انا كده عارفت الpressure في الليكودز بيتحس بالدانستي بتاعت الليكود في الجرافتي اللي هي 10 او 9.8 في الهيط فكل ما حاجة من دول بتزيب كل ما الpressure نفسه بيزيب يبقى كده السنتجنال pressure equal rho g h تعالى ناخد بقى example عشان نتأكد ان انت فاهم الموضوع ده بشكل كويس في الexamble ده بيقول لي achieve floats on the surface of the sea water فيه سفينة هنا بتعوم على وش المين زي ما هو رسملي هنا كده if the points a و b و c are under the surface of the water قادي الpoint a و b و a و b واضح انهم على نفس الليفل و c بعيد عنهم so ها بقى بيتكلم ال b بتاعت c اكبر من b ولا اي يعني عايز يقارن مين اعلى pressure فيهم و مين اعلى pressure فيهم طب تعالى نرسمه هنا على scale اكبر لو انا قلت مثلا الpoint دي هي ايه والpoint عند نفس الليفل هنا هي b يبقى احنا متفقين ان دول same level وكون ان هما same level يبقى انا متأكد ان هما كمان same height يبقى ده h1 والheight اللي هنا هنسميه h1 طب فيهم point c لقى point c فوق شوية على يمية يبقى نيجي هنا مثلا ونقول ان ديه point c وده هنسميه h2 طيب ها مين بقى اللي بيحسب الpressure الرول ده rho gh كده كده gravity سابتة فملهاش لازمة وكده كده احنا عندنا water فده نستسابتة ملهاش لازمة مش هتقصر يبقى الفكرة في مين في الhight يبقى انا كده عارف ان الpressure الحاجة الوحيدة اللي هتفرق في التلاتة points دول هو الhight يبقى اللي عنده height كبير عنده pressure كبير طيب واحدة احدى مين اقل اللي height فيهم c فانا كده عارفت ان الpressure بتاع c هو اقل واحد تمام يبقى الفكرة بقى في مين a و b نتنقل بقى ال a و b مين فيهم الpressure بتاعه اعلى فيه ناس هتقول لي يا مستر الpressure عنده اعلى عشان السفينة بقى وجودة طيب والكلام ده غلط ليه بقى غلط تعال اديك مثلا للتوضيح لو في واحد هيعم تحت السفينة كده بالضبط ويعم عند نفس الhight فوق point b تفتكر وهو هنا هيحس بضغط اكتر من هنا لا خالص هو اصلا مش هيحس بوجود السفينة فوق ايه لان فيه مية طب ده معنى ايه او ده سببه ايه بمعنى اضاك ان السفينة دي float طب يا مستر ايه اللي تغير لما كانت float كون ان اي object float في المية معنى القوة اللي بتشده لتحت اللي هو الوزن قد القوة اللي بترفعه لفوق اللي هو الباونسي او قوة الطفو فاذا طالما السفينة دي float فما لهاش اي وزن فما لهاش اي force او اي ضغط على الpoint دي يعني وجودها زي عدمه وبالتالي هنحتكم للثلاث حاجات دون a و b عندهم نفس the density ونفس gravity ونفس height فقدر اقول ان pressure بتاع a add pressure بتاع b وهم الاثنين اكبر من c طب يا مستر والله انا مش فاهم قوي خلينا اوضح لك بشكل تاني لو افترضنا مثلا ان شلنا السفينة دي خالص وحطنا مكانها سمكة ارش مثلا هل لو انت عمت تحت سمكة ارش هتغير فويك لما انت تعم نفس ومش فويك سمكة ارش لا خالص لان كده كده نهمني المية وكده كده سمكة الارش دي ليها قوتين الوزن التحت والبونسي الفوق فطالما اي حاجة float في المية ملهاش وزن فده مش بيأثر خالص في ال pressure وكده نقدر نقول ان الانصر هتبقى number b واشوفك على خير في سمر جديد في الليسون الجاي ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة